السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيت النهاردة ان شاء الله اتكلم معاكم واحنا في العشر ايام من ذي الحجة عن العفو فحبيت ان انا اقرأ باب العفو والاعراض عن الجالين في كتاب رياض الصالحين ليه حبيت اتكلم عن العفو ليه انا عايز اتكلم معاكم عن العفو طبعا الكلام عن فضل الايام العشر من ذي الحجة موجود على القناة بفضل الله في دروس وموجود في الخطب أنتم تعلمون أن هذه الأيام هي أفضل أيام عند الله تبارك وتعالى هذه الأيام المباركات الأعمال فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من غيرها من الأيام حتى أنهم قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من غيرها في سائر أيام العام وهذه الأيام طبعا لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر وهما أفضل الأيام على الإطلاق وحتى ليالي هذه الأيام الليالي نفسها ليالي العشر أفضل من غيرها من ليالي هذا العام باستثناء ليلة القدر لأن الله تبارك تعالى قائس أقسم بهذه الليالي قال تعالى والفجر وليالي عشر وجمهور المفسرين ومنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ليالي العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الأيام والله تبارك تعالى بيّن فضل الليالي فهذه الأيام وهذه الليالي مفضلة عند الله على سائر أيام وليالي العام باستثناء ليلة القدر برضو نرجع تاني لموضوعنا أنا ليه اختارت العفو لأن كثير من الناس بينشغل بكثرة العبادات من صلاة وصيام وذكر لله وقراءة قرآن كل ده جميل لكن في بعض الأمور التي هي من أعظم العبادات بيغفلوا عنها وما بيغضيش بالهم من يدي عبادة لله زي العفو عن الناس العفو عن الناس ده عبادة لله تبارك وتعالى ده إحسان قد تصل بعفوك عن الناس إلى درجة المحسنين تكون في أعلى درجة عند الله تبارك وتعالى بالعفو فكثير من الناس بيعمل العبادات لكن عند العفو لا يتحمل هذا ولا يعفو فممكن تلاقيه بيقيم الليل وبيقرأ القرآن وبيحافظ على الصلاة لكن لا يعفو عن أحد لا يسامح ممكن يسب ويشتم ويلعن ويأذي الناس لا عندهش مسألة العفو والسماحة دي فعشان كده حبيت أقرأ معاكم باب العفو لعلنا نتعلم من القرآن ونتعلم من السنة كيف يكون العفو ونرى فضل العفو حتى نعفو عن الناس قال باب العفو والإعراض عن الجاهلين قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آية من أعظم الآيات في باب الأخلاق وفي باب تهذيب النفس وفي باب تزكية النفس وفي باب المعاملة مع الناس خذ العفو أي خذ ما عفى من أخلاق الناس مش كل الناس زي بعض في ناس أتلا أخلقهم فاضلة في ناس أخلقهم سيئة في ناس أتعملك معاملة طيبة في ناس أتسئي إليك خذ العفو خذ ما عفى من أخلاق الناس اصبر على الناس وتحمل آذى الناس خذ العفو وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف بين الناس ونعن المنكر أو أمر بما تعارف به الناس وأعمل بما تعارف به الناس خذ بالعرف الذي لا يخالف القرآن ولا السنة خذ بالعرف وأعرض عن الجاهلين إيا المشكلة الكبيرة فعدم الإعراض عن الجاهلين أكثر المشاكل اللي بيكون من الناس والمصائب والفتن اللي بيكون من الناس لأنه ما بيعرضوش عن الجاهلين تلاقي واحد مع واحد بيتكلمه في كلام لا قيمة له أو لو حتى بينصحه بنصيحة وراء الذي أمامه وجاهل مش عايز يفهم الكلام أو بيعترض عليه يشد معه في الكلام ويزعق معه وتحصل مشكلة كبيرة لأنه لا يعرض عن الجاهلين لا أنت أعرض عن الجاهلين لما تلاقي اللي قدامك مش عايز ينتفع بالنصيحة مش عايز يسمع الكلام خلاص اصبر عليه وكن حليما معه وخلاص ويسيبه ويمشي مش لازم ترد الإهانة أو الإساءة بإساءة مثلها وبعدين تحصل مشكلة ويحصل تنافر بينك وبينه أو يحصل سباب بينك وبينه قطيعة إيه أعرض عن الجاهلين يا جماعة عايزين نعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرق وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل يعني سامح الناس والصفح الجميل صفح لا يكون معه أذى لا تؤذي فيه الناس انت خلاص صفحت وعفوت وسمحت ما تئزيش حد وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم هذه الآيات نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه لما منع العطاء لكنه تكلم في عرض أم المؤمن عائشة وأبو بكر كان ينفق عليه وكان بيساعده لأنه أريبه فلما تكلم في عرض أم المؤمن عائشة رضي الله عنها غضب أبو بكر رضي الله عنه وقال لا أنفق على مصطح بعد ما قال في عائشة فالله تبارك وتعالى نصح أبا بكر رضي الله عنه أنه يعفو ويصفح إذا كان يحب الله تبارك وتعالى ويحب أن يغفر الله له نصحه الله تبارك وتعالى أن يعيد النفق على مصطح فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي وأعاد أبو بكر رضي الله عنه النفق على مصطح فشوف الأخلاق الطيبة شوف فضل أبي بكر رضي الله عنه شوف نفسه الطيبة نفسه الزكية رجل يتكلم في عرض ابنته رجل يسيء إليه كل هذه الإساءة العظيمة ومع ذلك لما سمع الآية خلاص على طول تفاعل مع الآية وأذعن لله تبارك وتعالى وقال أحب أن يغفر الله لي ورجع النفق تاني على مصطح فتخيل أن واحد بينفق على رجل تكلم في عرض ابنته إيه الأخلاء دي فإن تبا كن كذلك لأن إنسان أسائلك مرة أو شتمك مرة أو تكلم في حقك بكلمة لا ترضيك تفضل طول عمرك ما أطعو طول أنا ما أطعو اليوم وليامة وما يدخلش عليها بعد ما موت وممكن يكون أخوك أو أبوك أو أمك أو أختك أو أقرب الناس إليك ليه كده؟ الدنيا مش مستهلة كل ده نحن كل يوم بنرأ ناس يموتون كبير وصغير وغني وحقير وشريف وكل الناس ناس كثير يموتون الصحيح بيموت والسقيم بيموت فأنت لا تدري متى سيأتيك أجلك فسامح الناس واعفوا عن الناس وإنت برضو ما تعرفش أجل الناس دي ممكن يموت تندم طول عمرك طول ياريتني كنت سمحته ياريتني كنت تكلمته قبل ما يموت فعايزين نتعلم العفو لا سيأمة في الأيام المباركات التي نحن فيها أيام مباركة فيها خير وفيها بركة وربنا سعى تعالى يتجاوز فيها عن عبادي وارفع درجات عبادي توب فيها إلى الله وسامح الناس واعفوا عن الناس علشان الجزاء من جنس العمل لأن الجزاء من جنس العمل فأنت لو عفوت عن الناس الله تباركة تعالى سيعفو عنك والناس سيعفون عنك وعملوك بالإحسان كما تتعامل معهم بالإحسان قال الله تباركة تعالى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِلْ عَزْمِ الْأَمُورِ والآيات في هذا الباب كثيرة والله تباركة تعالى قال وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ يعني لو إنسان أساء إليك جزاءه أن أنت ممكن ترد الإساءة بمثل الإساءة يعني لو أن إنسان أساء إليك أنت ممكن تأخذ بحقك وترد الإساءة بهذه الإساءة لكن ربنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأفضل وأرشدنا إلى الثواب الأعظم وهو الثواب الأعظم وهو أن تعفو وأن تصفح فمن عفى وأصلح فأجره على الله فالعف لا بد أن يتعلق به الإصلاح فإذا تعلق بالعف والإصلاح كان أجرك عظيم عند الله تبارك وتعالى كان أجرك عظيما عند الله تبارك وتعالى طبعا الآيات كثيرة في هذا الباب وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن الأحاديث في هذا الباب والسلام عليكم ورحمة الله